موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة من حوار اليوم مع الأستاذ أمل أبو زيد النائب السابي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صباح الخير لألك ولمشاهدين اليوم عنا ثلاث شغلات أول شيء 21 حزيران بداية فصل الصيف صح شغلات تاني 21 حزيران أطول نهار بالسنة صحيح اليوم بدأتظل الشمس شرقة أكثر من غيرها ما بتغيب ببعض البلدين يمكن أن تغيب ببعض البلدين 21 حزيران هو عيد الأب وعيد الموسيقى وعيد الموسيقى من بارك لك ومن قال لك الله يحميك وخليك فرص عائلتك الله يخلي الوالد الكبير الأستاذ الفاضل الأستاذ حكمة الله يطول بعمره وولادك لصاروا أباء وإن شاء الله أولاد ولادهم بصيروا أباء العائلة المباركة شكرا لكل الأباء أطيب وأصدق معايدي اليوم بيعيد الأب 21 حزيران الله يرحم أموتكم ويرحم أموتنا ويخلي أحيائكم وأحيائنا ويفيد عليكم بنعمه ورحت البال بإذن الله صباح الخير مجددا أحد مبارك أهلا وسهلا فيك أزمة كبيرة معالجات صغيرة شو عم بيصير توافق على هالكلام مية بالمية بوافق بس قبل ما نفوت بموضوع الأزمة الكبيرة والمعالجات الصغيرة لأنه هيدا الهموم اللبنانية تسمح لي بس قبل كل شيء أنه عيد كل البيات باللبنان اللي عم ينبض قلبهم ألق على 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 مصيرهم ومصير أولادهم وعيالهم باللبنان خصوصي بهذا الوضع الصعب هذا أولا ثانيا تحية وفا لبي الكلفة خامة رئيس الجمهورية عنوان الكرامة والعنفوان وكمان بدي حي تحية خاصة لبي اللي هو اللي يطول بعمره ويرحم كل شو اسمه الأباء اللي سبقوه وقل له إن شاء الله بيضل في عنده هذا العنفوان ويضل في عنده هذه المواقف الصلبة ويضل في عنده نوع من إذا بدك الإصرار على الحياة الكريمة الهنية لأنه بيعتبره أنا المطل الصالح لأله طبو الله هلا إذا بدك فينا نفوت بالموضوع اللي قلته أكيد في عنا أزمي وأزمي منا صغيري أبدا عايشين نحن بأزمات متلاحقة ولكن الشيء اللي وصلنا له اليوم يعني فينا نعتبره وتعتبر من الأزمات الكبيرة والمفصلية عدة مرات نطرح هذا الموضوع عندك على البلاتو هون وقد كنا بمقابلات سابة نقول إن شاء الله دار الأزمي قادرين نحتويها بشكل ما تسبب انهيار أو نوع من تهديد الكيان اللبناني كلياتنا كلبنانيين يعني ارتدائنا مع بعضنا ننعيش تحت سقف هذا البلد اللي اسمه لبنان البلد اللي التعدد البلد اللي في توازنات بلد الانفتاح اللي في إصرار من جميع المكونات العائلات اللبنانية أنه يظل هذا لبنان اللي احنا جدودنا أبائنا الأوائل اللي عملوه على رغم كل الصعاب بكتير بكتير مشاكل تكل أزمات ولكن من عم نحس بهذه الفترة يعني لا سمح الله يكون في نوع من تهديد هذا التهديد قد يشكل خطر مباشر إلى هذه الصيغة اللي كلياتنا نحنا ارتضيناها هلأ بتقل ما ننسى نحنا وين عنشين عنشين ببقعة جغرافية كتير مهمة وكتير خطرة بنفس الوقت الجيو بوليتيك يتلعب كتير جغرافية الساسية يتلعب كتير كبير بمصائر الشعوب وفي كتير يعني تحولات برأيي أنا بلشت تصير ترتسم معلمة على الصعيد الإقليمي على الصعيد الدولي وحتى بالمناطق القريبة لأنه ممكن نتشكل هذه التحولات يعني يكون في إلا ارتدادات عكسية سلبية إذن احنا معرفنا معرفنا تجوزناها بتفهمنا وبعقلنا الحواري المنفدح بين بعضنا خارج إطار أي تدخلات أو مدخلات أجنبية أستاذ أمل بكل المحطات والمفاصل الجوهرية والحساسة في حياة الأوطان يتجمع الناس كلهم سوى موالين ومعارضين خصوم وأصدقاء بيجتمعوا على مصحة الوطن بيخلصوا الوطن بيسعوا لتخليصه وبعدين بيرجعوا لخليفاتهم إلا بلبنان حتى الأرقام مش موحدة الأرقام في لبنان تعكس انقسام اللبنانيين مية بالمية لماذا عدم القدرة على التوحد في ظل ما بعتقد أنا وياك منتفق وكل اللبنانيين أنه ما بعتقد وصلنا إلى أخطر إلى وضع أخطر من اللي نحن عايشينه ولبنانيين بقول هلا منقص مين منقص مين لأنه المعظمون في عنده المصالح السيسية أو بينطلقوا من حسابات شخصية أو من حسابات خاصة تتعلق للأسف كان بفترة من الفترات بطوايفهم حتى بالمزاهب من ضمن الطوايف أو حتى بالمصالح السيسية ولا ارتباطهم خارج الحدود في بعض عنده ارتباطات خارج الحدود أنا بفهم أنه أمام أزمة للوطن ككل أنه يقدر يتخلى الواحد عن أنانياته ويتخلى عن المكاسب اللي عنده إياها يقدر يقول أنا بدي أحفظ الوطن وأحفظ هدول الناس اللي عايشين بالوطن المواطن اللبناني أنه شو بينفع أنك أنت تحكم أرض بدون شعب هل يطرى الهدف أنه هذا الشعب نخلي نحن يهجر بلده يترك بلده حتى نضل بهذه الخلافات السياسية قلت قبل شوية حضرتك أنه حتى بلغت الأرقام هناك انقسام اليوم بأزمة اقتصادية مالية نائدية كتير كبيرة عم يعيشها لبنان بمفاوضات عم تقوم فيها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي بتلاحظ أنه فيه ثلاث أرقام أولا فيه عندك رقم الحكومة اللي حطتو ضمن إطار خطة ونقال بالماضي وهذا شي صحيح أنه لأول مرة خطة توضع من قبل الحكومة اللبنانية هلأ ممكن الأرقام يكون في بعض التباين بعد التفاق أو عدم الاتفاق ولكن هذه تترك للبحث بس أنت بدك تحط شي على الطولة يعني أخذت بعانا الاعتبار شو اسمه اللازار يلي كان أساسا أن طالبت منه لحكومة اللبنانية أنه هو يفاوض مع الحاملين سنة داتا للدان تبع الخزين اللبنانية ولكن كمان هاي تدر تصمت الخطة ضمن إطار أرقام محددة بتلاقي أنت من مال آخر أن المجلس السنية أو اللجنة تقصي الحقيق من كم يوم كان في عندها كمان أرقام أخرى يعني لما منحكي 241 ألف مليار عم تقول عنا خطة الحكومة بيطلع بالمرض السنية بيقول لا هذا الرقم من الصحيح ممكن يكون بحدود المئة وخمسين عم نحكي بمئة مليار فرق لأنه الطريقة التعاطي مع الرقم والنظرة لقله وتحليله مين ممكن يطلع فيها بنتيجة مثل ما قال الوزير باسيل مبارح أنه ينجيب شركة أودت شركة تحقيق مالي دولية وهذا الشيء الحكومي أخذت قرار فيه تتقدر تفوت هي تعطينا الرقم المزبوط أو الأقرب إلى الصحة حتى ما يصير فيه خلاف بين جمعية المصارف بالأرقام تبعيتها بين مصرف لدنين بالأرقام تبعيته وبين الحكومي بالأرقام تبعيتها والسلطة لمين بتحقيق الأرقام مين اللي بيقرر أنا كما عم فاوض مجتمع دولي ممثل بسندوق النقد مين بدي يصدق يعني هذا عدم عدم الاتفاق عم بيعكس عمليا عدم الاتفاق السياسي لأنه البعض يعتبر أنه إذا كان الرقم مثل محطته الحكومية عم بيأشر لإفلاس إذا بدك أو لخطأ كتير كبير ارتكب بالسنوات السابقة فيما يتعلق بالصيغة أو النظام الاقتصادي الرائعي اللي نحنا كنا عايشين فيه ونظام الدولة اللي نحنا كمان عايشين فيه نظام استقدار سعار في الليرة بحمايتها حتى تضال مثل ما هي على حساب اللبناني والمودع اللبناني والاقتصاد اللبناني مقابل خطة ممكن تكون منطلقة من اقتصاد انتاجي يعني مع تحسين الزراعة وتحسين الصناعة والقيام بأعمال كتير بالبناء التحتية تكون في عندك توازن حقيقة بين القطاعات المنتجة باللبنانية اللي هي جوهرية وأساسية وتقدر شوية ورا شوية تتخلى عن العملية الاستيراد من الخارج وقدر الإمكان ما فينا نقطع بكلها ولكن تقدر تعمل توازن بقى انطلاءا من هون هيدا التباين حقيقة أنا مشكل أزه للبنان لأنه البعض بقولنا بالماضي كنا نقول البعض نبدو أيام الف ولكن أنا لما بشوفي عندي توحيد للأرقام قادر احكي مع الأيام الف اقبل الشروط اللي قادر أنا اتحملها باللبنان وارفض الشروط اللي ممكن تنفرض علي ولكن أمام كل هيدا الجوهر والأساس القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة حتى التاريخ اليوم بعدنا عم نشوف هذا التناكف الكبير والنكد بالسياسة على موضوع الإصلاح أنه شئنا ما بينه في أيام الف أو ما في أيام الف الوضع يلزم الطبق السياسي باللبنان من خلال وجوده بالماريس النيابي أنه تتفق على إصلاحات جوهرية وإساسية للنهوض بهذا الاقتصاد باللبنان بالوطن لمصلحة الشعب اللبناني كلام الوزير جبران باسيل مبارح رح نحكي عنه إذا بتسمح لي بعدة إشياء لكن لا يجب أن نخسر صندوق النقد صح عندما قبلوا بصندوق النقد أصبحنا نعارضه ها أول شيء بدي رأيك بهذا الكلام شغلة تانية بمجلس النواب رئيس لجنة المال والموازني اللي هو نائب صح تكتل لبنان الأولى صح الخلاصة والاستنتاج والقراءة والحصيلة طلعت أنه خطة الحكومة بين هلالين انضربت صح بهذه القراءة صح رئيس التيار الوطن الحر أنا عم بقره بالسياسة مئة بالمئة مئة بالمئة رئيس التيار الوطن الحر بقول لا يجب أن نخسر صندوق النقد النائب إبراهيم كانعان اللي هو رئيس لجنة المال والموازني ويمثل ما يمثل عم بيقول أنه وجهة نظر الحكومة تم إسقاطها لمصلحة وجهة نظر مجلس النواب وبالتالي جادة من جمعية المصارف وكل الناس اللي العاملين على الخط المقابلة بدي شوف أول شيء أرى أنا وياك بهذا التباين وماذا يعني كلامه للوزير جبران بسير ولمين موجه لك الذهاب إلى صندوق النقد الدولي قرار حكومي حكومي اللي موجودين فيها جميع يعني الأحزاب إذا بدك مباشرة أو حتى بطريقة غير مباشرة عدم الذهاب إلى صندوق النقد الدولي كان محدد بين حزب الله وعمليان وحركة أمل كل الأطراف الأخرى متمثلة بالمريس نيبي ما كان فيه عنده هذا المحذور طبعاً الذهاب إلى صندوق النقد الدولي سوف يموافق أعليه من الحكومة ومجتمعها لما أصدرت الحكومة الخطة صحيح؟ انت لأن من هون والصندوق النقد الدولي بعدة مفاصل قال أنه أنا أقرب إلى أرقام الخطة الحكومية اللي هي عم تبحث معي فيها شفنا نحن بلحظتها بعدين نوع من صراع إذا بدك بالموضوع الأرقام بين جمعية المصارف وبين المصة في لبنان وأول إذا كلنا نذكر أنه بأول اجتماع الحكم ما كان موجود بالاجتماع اللي صار يعني على الكونفرنس اللي صار مع ساندون فصر هذا الموضوع اعتراض على بعض الأرقام اللي هي اللي محطوطة بقلب خطة الحكومة هذا لا يمنع الإشكالية رح أقول لك وين كيفية التعاطي مع الرقام وكيفية أنت كيف بدك تنطلق من هذا إذا أنا حددت خسائر تبعيتي الخسائر الحدائية اللي حطتها الحكومة حطت المسؤولية على ثلاث أطراب الدولة اللبنانية والمصف المركزي والمصائف يعني عندك هذا الثلاثة بدون شك السياسات الخاطئة اللي مارستها الحكومات الماضية من التسعينات إلى الفترة الأخيرة هي مارستها ساهمت بشكل مباشر إلى هذا العجز الكبير والخسارات اللي محققة بالبنان ليش حتى السياسات الخاطئة اللي عطتهم لفويد يعني كلياتنا منعرف سنة 2011 بطل عمجينا نحن مصاري على لبنان خصوصي من منطقة الخليج لأسباب سياسية بدأت لما بلشت الأحديث بسوريا وبلشت الضغوطات على لبنان بالسياسة حتى بالسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية المالية بنكفي من 2011 صار في ارتفاع للفويد امتصاص للدولارات من البر اللي هون للبنان ندفع نحن كتير فويد صار في تخمة عند المصارف اذا بدك التجارية على حساب المبالغ الناس حتى إذا عدت تبيض عندها وعرفة هذه المصارف وأن الدولة عم تدين والمصف المركزي عم يدينها هذه الحلقة اذا بدك يمكن خطة الحكومة عم يقول أنا أحمد المسؤولية للمصارف أو للمودعين وانتلاقا وحق الخسائر مباشرة لسندوق لمصف لبنان فيها نوع من لتيج فيها نوع من يعني نقاش أي شيء أي خطة أو أي أسوق أنت بدك تروح فيه المجلس النية بي كتأثر حقا يمكن أخذ صديقنا إبراهيم كنعان أخذ منحة معين قد يكون صحيح ولكن كمان في منحة آخر كمان بتعتبر الحكومة أن هي لجأت لألوه لهذا السبب صار في تضارب بالرقمان مين الممكن يجيئ لك أنه إذا هالرقمان صحيحين أو لا شركة أجنبية معترف بها تقوم حقيقة تعمل أودت تدقيق مالي ومحيسبي مزبوط مئة بالمئة طبعا عندك وقت لك بس الإشكالية وين الحكومة يأخذت الأرار بعدنا لتاريخ اليوم ما صار في أي عمل فعلي بهذا الموضوع هذا أرار للحكومة يجب أن تأخذه كل يوم تأخير يترك هذا الجدل للآيم ويترك الإمكانية بروح لسندوق الناد أو ما بروح لسندوق الناد البلد عم بنهار الوضع الاقتصادي عم بنهار الدولار كمان الليرة الإدنانية عم بنهار ما بيكفي أنه يقال أنه في تهريب إلى سوريا على سعيد الدولارات وهذا عم بيخلق لك كمان مشاكل سياسية بالإضافة إلى هذا الشي قد يكون هذا تعمية على بعض مشاكل كثيرة أخرى عم بتكون ولكن جزء من المشكلة منه كل المشكلة بدأ حل الحل أنا برأيي الشخصي قد يكون بالدعوة اللي قام فيها رئيس الجمهورية للحوار الوطني بالأسر الجمهوري ببعبدها لأنه هذه الدعوة تلمس رئيس الجمهورية أنه في هناك نوع من خطر حقيقة فعلي في خطر فعلي أمام المسؤولية الكبيرة اللي هو بيحملها أنه عم بيدعي جميع المسؤولين رؤساء الجمهورية السابين رؤساء الحكومات المعنيين رؤساء العزاب تتم بحث هذه الأمور بجدية مطلقة بعدين هذا مش أول اجتماع الرئيسي بيعمله تصور بأيلور بعدين 2019 قبل 17-20 كان الرئيس عارف إلى أي مدى الوضع عم بيروح عمل لقاء بالباب عبد موضوعه شو اقتصاد ومال اجت 17-20 حركة 17-20 الانتفاضة فتنة فيها بهذا النفق يعني مثل أقوله وصلنا للمرحلة اللي بعدنا عم نعاني منها لتاريخ اليوم نعمل اجتماع تاني كمان فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي مش من زمان كمان من تقريبا ببعب ده محوره لحاله شوء الاقتصاد بس لما تقول اليوم حوار وطني في أزمة فعلية عم نواجهها المطلوب من الجميع اللي عنده الحكمة واللي عنده الدراية واللي بيعتبر أنه مصلحة المواطن بلبنان والشخصية أنه يحكم ضميره ويطلع تينيقش هالمواضيع بشكل واضح ونطلع برؤية أو موقف موحد بالوضع المالي لأنه بكرة عندك استحاءات كتير كيف بدك توجهها إذا كلهم يغني على ليلى صحيح صحيح إن شاء الله لأيام القادمة أنا يمكن مني كتير متفائل بهذا الموضوع لأنه المعايير اللي عم يشغل عليها فيما يتعلق بالمواعف السياسية عم تروح باتجاهات أخرى يعني شي بيقول لك أنا بدي طير الحكومي شي بيقول لك أنا بدي عارض العهد أطلب تقصير شي اسمه مدية رئاسة الجمهورية يعني فيه ناس بعدها بعدها عيش بأجواء كأنه البلد مرتاح والناس مرتاح لقمة العيش أهم بكتير من هالمواضيع عادي كلها بدنا نتصدالها لأنه حقيقة إذا ما إذا ما صارش فيه هايدي هايدي الوحدة بالرؤية نحنا ممكن بأزمة متفاقمة أكتر من الأزمات اللي عم نعيش فيها لحد هلأ أستاذ أمل فيه استسهال لموضوع انهيار العملة اللبنانية وصعود الدولار صار الدولار بخمسة وستة وسبعة وما حدا صار بيعتبروا أنه ممكن نتعايش معه ما هيك اللبنانيين كنا بفترة ثلاثين سنة اللي مرئت بطبقة أسرياء جدد هاي دول الطارئين والنفوريش ونيو كامرز صرنا بطبقة الفقراء الجدد انتقلنا من الأسرياء الجدد إلى الفقراء الجدد وفيه نوع من تغاضي وتعامي واعتبار أنه الدولار يوصل اللبنانيين ممكن يتعايشوا معه كيف يمكن التعاون والاتكال والاعتماد والثقة بطبقة ماعتبره أنه إذا علية الليرة اللبنانية لمطرح معين ممنى مشكلة المهم أنه اللبنانيين بيتعودوا عليها فيك تشرح لي يا هاي دي أنا كمواطن لبناني بسمحلة حالي يقول أنه هذا مش بس استسهال هذا استغباء أولا لزكة المواطن اللبنانية ولوضعه بعدين هذا نوع من انتحار عم بيقوموا في حتى هاي دي الطبقة السياسية اللي بتعتبر حالا أنه هي لك في جبروت عند الناس خصوص الناس اللي بكونوا هني مسؤولين عن وضع سياسي واقتصادي ومالي ونقدي وصل الوضع بلبنان لهي دي الأزمة اللي نحن عايشينا وما عندهم جرقة الاعتراف الاعتراف بالخطأ فضيلي على الصعيد الشخصي كيف كان على صعيد كيف إذا كان على صعيد مصير ووطن مصير شعب هل يطرى هل قد نحن صار في عنا نوع من استلشاء بحياة الناس بمعيشة الناس هل قد ما انهم عارفين شو صار ببلدين تاني بالعالم أنا بعدني بتذكر بالحرب البشعة اللي صارت بلبنان اللي سموها الحرب الأهلية اللي كانت هي البروكسي وون يعني اجمالا اسباب العلاقة بالقضية الفلسطينية اسباب العلاقة بتغيير النظام السياسي يعني اعتراضنا على بعض في صورة ما بتروح من مخيلتي أبدا صورة لأحد المسلحين فات على أوتيل فينيسيا وقعد على البيانو حطته صحيفة النهار على الفرونت بيج على الصفحة الرئيسية الأولى وقال أنه أنا بحياتي ما كنت احلم امرو قدام هذا الأوتيل كيف هلأ شو عنده قد رفيت على الأوتيل الفينيسيا وقعد على البيانو اللي كان يحلم يمرو من قدامه هل يطرق الهدف أنه نحن ناخد الناس كلياتها إلى هذا الدرك إلى هذا الوضع المعيشي البائس يلاقس حتى تصور في صورة على الجميع وعامين عامين بدنا نضلوا هني مع تبريلين حال وزعمة لأنه الجوع الجوع قلة الشغل والقلق واليأس بيولد ثورات بيولد إذا بدك أنواع كتير من الحقد هذا الحقد كيف بديوا يتنفس يتنفس على الناس المعتبري حالا أنه هي الوحيدة اللي بتفهم هي الوحيدة اللي عندها القدرة والمؤدرات المالية والأشخاص الآخرين ما بيعنوها منا مسؤولي عنهم نسبة الفقر بالإبنان عم بتزيد حتى ما دون الفقر صارنا عم نحكي ب60 65% إلى أن رح يضلوا بعضهم يروحوا يعني بهذا الاستغباء وهذا الاستسهاد بالتعاطي بهذا الموضوع حقيقة يعني لما الإنسان بيحط الأصبع على الجرح قبل شوية كنت عم بلك أنه الرئيس بيقيدوله 2019 بناءا على كل المعطيات اللي هو كان عم بقوم فيها المشاهدات المعلومات اللي عنده إياها بناءا على التحركات اللي قام فيها التيار بعدة مفاصل والتحذيرات أنه يا عمي طيب نحن وصلنا لهون صلنا لهون بعدنا لهاللحظة ما عنا الجرأة أنه نعترف أنه صفي عنا أخطاء ارتكبناها بحق الناس بعدنا عم نتغاضى عنها ونتعامى عنها يعني حقيقة المسئولية المسئولية شو الفرق بين رجل الدولي ورجل السياسي أنا على طول بحاول هذا الشي أذكره أنه رجل دولي مسئولية وطن بفكر فيها رجل السياسي فكره بس بها المصلحة الأنية قدامه وفي نهاية الأمر الرجال السياسي يلي بيستعملوا الشعبوية بالعالم كلية نجاحهم مرحلة ما بيدوم لأنه المنطق طبعا منطق مرحلة والمراحل بتغير أنت لما بتحكي بمصطحة الجميع ومصطحة الوطن ككل على جميع الصعود في إلك أسر وفي إلك احترام وعندك محبة من قبل الناس هذا الفرق بين الناس وناس بتعطوه العمل السياسي السيد زامل بيرح الوزير جبران بسيل كمان بدي ركز أنا وإياك إذا بتسمح لي على مقاله ونقرأ الرسائل والمحاور والمفاصل يلي أتى على ذكره بيقول محاربة الفساد لحماية الدولة وجهة نظرنا صح وجهة نظرنا عم بقوله عن عن التيار والمقاومة لحماية الدولة صح وجهة نظر أو بالأحرى الممارسة اللي المقاومة عم بتقوم فيها على مدى سنوات لكن وصلنا لوقت تكون أنا دقيق كمان الآن الخطر يطاول الدولة والمقاومة صح فماذا يبقى من أولوية على ذلك شو الرسالة شو اللي عم بيصير وكمان هون يبدأت تسمح لي كمان الجملة اللي قاله ما عاد فينا نطلب من الناس أن تتفهم أكثر ماذا يعني كلام الوزير جبران بسيل إذا بتسمح لك ما أنه جديد أنه اللي عم بنحكى أو اللي حكي الوزير بسيل مبارح بموضوع التباين فيما يتعلق بالنظرة إلى موضوع الفساد في لبنان وهي شو هي الأولويات المطلوب يكون في الاتفاق عليها مع الأصدقاء وأصدقاء عم بيحكي عن حزب الله عمليا بهذا الموضوع هذا الشيء يعني صار مبارح بالحديث طبعه بكلمته لولوزير بسيل وصار فيه كلمات قبل ركز هو على موضوعين أساسيين أنه نحن متفقين بمحاربة الإرهاب ومتفقين أنه نحن نصمت ضد العدو الإسرائيلي بأي استراتيجية المتفقين عليها وهذه استراتيجية رح تضل في عنا نوع من مقاربة للملفات الداخلية تتعلق بالفساد ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة هذه الشعرات التي نحن نستعملها كطيار وحزب الله ما في عنده أي مانع بهذا الموضوع ولكن يمكن التوقيد نحن والأسلوب حتى كيف منا نواجه هذه الملفات الداخلية في نوع من التبين صحيح أنت منك بعيد عن الناس كل يتنا منعرف أنه البعض صار يقول أنه أنا ما بقى اتهمني الشعرات بدي أكل وبي أشرب بدي أعلم أولادي بدي أتحكم من هيك عم بيقول كان الوزير بسير ما بقى فيه قلت له من الناس أنه ما تحكي لأنه عم بتلوموا الناس أنه إلى أي مدى هذا الحلف الاتفاق بينك وبين حزب الله بدنا نشوفه ينعكس إيجابا على ملفات أساسية بالدولة اللبنانية هوني برجعك للشيء اللي قاله سمحت سيد حسن نصر الله بآخر زهور قاله وممكن قبل آخر زهور يعني اللي اتطرق لهذا الموضوع لما صار فيه شوية حكي يعني بالإعلام من قبل لبعض النواب فيما يتعلق بالتبين بين حزب الله وبين الطيار البطن الحرو صار فيه شيء حديث عن ممكن المركزية أو الفيدرالية كمين قال هو أنه لا الطيار صار حزب الله ولا حزب الله صار طيار ولكن مضبوط في مواضيع محددة معينة ممكن واحد يبحث إلى ولكن التوقيت يلي لبحث هذه الملفات الخلافية إذا بدك بكافية التعاطي مع الأمور هاي نحنا ذكرناها بيجي وقتها بنحكها نحنا برأينا أنه الوقت أجنبريح انتبه نحي يمكن لأسباب لأسباب خاصة لأسباب تتعلق بدور المؤاومة لأسباب تتعلق بعدم بعدم ظهور إلى السطح كثير خلافات الشيعية الشيعية وتحديدا نظر المتبين بين حركة أمل بين حزب الله لهذا الموضوع ممكن عم تأخر هذا المصار يلي لازم من ما شفيه بيني وبينك يعني لأنه اتجاهاته بدك تفرجها وين بدك تفرجها بالمريس النيابي هناك المكان الصالح تتقدر أنت تتصدى لهذه المواضيع هذه كلها ضمن الاتفاق على أوانين محددة لمحاربة الفساد بدءا من المحاكم الأوانين المعينة استرداد الأموال المنهوبة وضع الجمركة وضع ما اسمه المعابر كلها العنوان الكبيرة لكلياتنا عم نحكي فيها يوميا بدي أذكر كمان حضرتكم أذكر حالنا بما قبل قبل خطابه الأخير سمحت السيد بيقول فيه لا يمكن محاربة الفساد في ظل وجود الخطوط الحمر المذهبية والطائفية في لبنان مئة بالمئة نوع من إعلان تسليم بمشيئة بمشيئة غير ظاهرة بموضوع الفساد وهذا كلام السيد لا يمكن ما عم نقدر نحارب الفساد في ظل وجود الخطوط الحمر المذهبية والطائفية قال السيد طبعا مئة بالمئة هذا يعني لا محاربة لا فيني قل لك قبل كل شي لاني ارجع لك لدعوة الحوار الوطني استشعار الرئيس الجمهوري لهذا القطر اللي عم يرجع بنحط على الطاولة اليوم بنزل بالشارع فجأة نرجع للحديث للخمستاش تسعة وخمسين يعني كأنك عم ترجع أنت بتصير حساسيات مذهبية سنية شعية كأنك عم تردنا للفترة اللي يصار فيها اغديال استشهاد الرئيس رفيق الحريري نتذكر كيف لبنان صار تمانية أربطعش السؤال اللي بنسأل اليوم هل يطرأ إذا أنا بد نروح لمحاربة الفساد إذا بدك باتفاق وبتوجه معين مع الحلفاء والأصدقاء ما بد تكون الساحة مهيئة لهذا الموضوع فيه ناس كان عندهم مقتسبات بالحد الأدنى رافضين بالمطلع الموضوع لمحاربة الفساد وعندهم ريزيستانس عندهم نوع من يعني مواجهة صد صد ومقاومة صد ومقاومة لأي توجه هذه من ناحية من ناحية تانية بلشوا ينترحوا موضوع 1559 موضوع 1701 كيف بدك توسع دور اليونيفل هون فتنة بالسياسي أنا من هون بقرأ موقف سماحة السيد بهذا الموضوع أنه كيف أنه عم أيها هلأ أبدأ أيها هلأ أبدأ هاي دي أو هاي أنا كمواطن بقلك تنينيتهم مهمين بس لقمة عايشة كمان من تعتبر من الأمور المهمة لأنه تحصين الساحة الداخلية وتقوية الساحة الداخلية كمان أعتداء إسرائيل أو ضد أي استهداف إسرائيلي عرفت كيف أرى من هون بقلك فيه هذا موضوع كتير دقيق كتير دقيق أشار لقلو الوزير جبران بسيل بارح بطريقة كتير كتير زكية وكتير واضحة خلي المواضيع تبحث بدون نغرف المغلقة بين الطيار الوطن الحر وحزب الله نتناهتهم متفقين على الهدف يمكن بعضهم مش متفقين بشكل كامل على الوسيلة والتوقيت استاذ أمل المواطن بيفهم هلأ من خلال هذه المعادلة مش حضرتك اللي عم بتقولها لكنها معادلة صارت عامة أنه كل ما بدنا نحكي بالفساد محاربة الفساد بيطلع حدا بيحرك قضية الفتن السنية الشيعية بيحرك القرار 1559 بيحرك موضوعا جديد هلأ سط اليونيفل بيحرك مواضيع خلافية ما هيك ما في أرضية مشتركة بيقلك أنا بحرك لك هلأ المواضيع أنت بتسكت عن الفساد بطلع أنت بتقول بين الفتن الداخلية وبين عدم الوقوع بالفتن الداخلية وبين عدم محاربة الفساد مفضل عدم محاربة الفساد يعني أنت عم تخضى على الابتزاز فيها عم تخضى على هذه المعادلة القذرة يلي الحرمية والفاسدين واللصوص عم بيعملوها وبيحتموا بالطائفية لعدم محاربة الفساد عندك شك أنه هادي عم بيلجأوا لهذه الخطة لحد تاريخ هذه اللحظة بعضهم عم بتوفقوا فيها المشكلة إلى أي مدى رح يضل نحنا في عنا القدرة مثل أبقولوا أو هني عندهم القدرة يضلوا يتعاطوا معنا بهذا الأسلوب هذا الأسلوب السيء لكن نحنا بنعرف أنه اللصوص بيعتبروا إذا رحنا بيسرق ما حدا شايفه بنهاية الأمر الشمس طالعة والناس عارفة بس الإشكالية وين المذهبية والطائفية هي كمان عم توقف حاجز وسد منيع أمام أي تقدم لأدام ولكن كل ما بيحسوا الخناء عم بيقرب عليهم عم بروحوا بالاتجاه السياسي مثل ما قالت حضرتك خمسة حاجة وخمسين شارع سنة شارع شيعي وتوتير حتى شارع شارع مسلم وشارع مسيحي يعني مثل ما قال مبارح الوزير بسير مع الإصرار أنه العودة إلى الوراء بهذا الموضوع لن تحصل في نوع من الحصانة الاتفاق اللي صار يريد بيمرم خيلي حصني كتير إذا بدك الشارع بتقلي أوقات منشوفها على التواصل الاجتماعي العالم كلياتها بتهجم على بعضها انطلاءا من بعض الكلمات من بعض التصريحات اللي ببعض المحلات فيها استفزاز أنا موافقك على هذا الموضوع ولكن هذا مؤشر يجب على المسؤولين السياسيين الرئيسيين ينتبهونه ما فيهنه يضلوا يقولوا ولا لا نحن ما بنقدر بلحظة من اللحظات ما بتعرف كيف الأمور بتروح بتعاكس الجميع بلوزير بسير بارح كمان بيقول فرط كل شيء يعني أننا سنضطر للتوجه إلى الشرق ومن قال أن هذا هو خيارنا هذا كلام كلام مهم جدا وكمان بس كمان تقدر نكمل لسنا غربيين بل سنبقى عربا ومشيقيين بثقافة متنوعة غربية وشرقية نريد لبنان مزروعا في شرقي لكن وجهه باتجاه الغرب هكذا هو لبنان هكذا رسمه الأباء وهكذا ورثناه وهكذا نريده أن يبقى أي واحد هيا ولا هيا لا رو كان واضح جدا يلا تفضل وزير بسير بالشيء اللي قاله مبارح كان واضح جدا نحن مشرقيين نحن عرب أصيلين بهذا نحن منا خلفاء خليفة الصليبيين مثل ما البعض كان حقيقة يحلو له أن يقول المسيحي في هذه المنطقة هي مسيحية تعود إلى السنين الماضي وأساس شعب أساسي بهذه المنطقة ودوره كان أساسي جدا على مساحة الشارقة كل نحن نسمي المسيحة المسيحة المشرقية صحيح لبنان أنشأوا الأباء حصن للسقافة للانفتاح للتوازن للتعددية إذا بدك بنفس غربي صحيح مي بلمي ولكن هذا النفس الغربي ما شعلوا من مشرقيته يمكن ما رأيت مراحل معينة ولكن حتى نكون كمان وعيين الكنيسة موجودة بالمنطقة كل نحن كلياتنا نعرف أصولنا من هين جاي التاريخ ما فيك تتنكر لألو إجا رئيس الجمهورية كان بوقت بعضه العماد مشال عون رجع رد أصولنا المشرقية إلى الأساس كلياتنا منعرف لما رحلت رحت على براد حتى يقول للناس كليات أنتوا كموارنة تحديدا منانجيتوا هذا جزء أساسي من وجود كن وتنوع كن في هذا الشرق هذا الوجود من ضمن هذا المشرق فيني قل لك يا أنا مع الحضارة الغربية اللي نحنا جزء منها ولكن نحنا في عنا شيء شرقي وفي عنا شيء غربي توجهاتنا الاقتصادية هي التوجهات الأساسية اللي معظم اللبنانيين بوافق عليها وين الاشكالية بتصير عندما هذا التوجه الغربي بيدفشك إلى مواقع أو إلى أماكن بدك تصير أنت بلش تكفر بهذا الشيء اللي أنت كانت تحبه وتعيشه كان كسقافة سياسية أو حتى كسقافة اقتصادية ويحطك بمكان معين بالزيو ويحشك بالزيو لأسباب متعددة لبنان بما أنه خلق حتى يكون في هذا التوازن والتعاون بين جميع المكونات تبعيته مش قادر لا يكون توجه غربي بالمطلق ولا يكون توجه شرقي بالمطلق التوازن حتى بهذه التوجهات مهم جدا واللي قاله الوزير باسيل مبارع ذكر شغلة كثير مهمة أنه لبنان لأنه بيفهم هذا الشيء ويقام نفذ شغلة كثير مهمة بالكونسورتيوم النفطي جمع شركة روسية بشركة إيطالية بشركة غربية بشركة فرنسية هذا عشو بدل أنه يفاتح تعاون مع الاثنين ضمن سياسة محددة مش مهم بس بإنها لأنه هني ما أجوا بس تطعب فيه أمريكية بس عملك بس هني لأنه كالشركات أمريكية ما أجد يلي هدف لأولو الوزير باسيل مبارع عم بقول أنتوا إذا بدكن إينا نروح بالشارع أنتوا عندخذونا نروح للشارع بالمطلق نحن إلا مصلحة نكون مع الغرب ومع الشارع نشوف مصلحة لبنان بالدرجة الأولى من أين تأتي ونشتغل على أساسها نحن لن نتنكر للغرب ولكل التاريخ السابق بس مش ضروري أنه الغرب عم يعطينا كل الحسنات ولن نتنكر للشرق كمان بنفس الوقت ليه لأنه الواقع السياسي بالعالم كله تغير وبالمنطقة يا أستاذ جورج كمان عم بتغير نحن اليوم عم نشوف أنه ما عاد فيه القطب الواحد بالعالم صار فيه عندك الصين عندك روسيا عندك عندك أمريكا عندك بعض الدول الأخرى والوضع الاقتصادي عم بروح إلى أمكان أخرى لأول مرة المحيط الهندي المحيط الهندي وبحر الصين هالمناطق هديك اللي فيها مجموعات سكانية كتير كبيرة سروية هي الاقتصادات كبيرة عم بيصير فيه توجه لهنيك ما هيك نعم وفيه محاولة لأنه يتركوا يبعدوا الصين وروسيا عن البحر عن البحر المتوسط تحديدا نعم من هون بتلاقي انت بعد الصراعات اللي صارت بين روسيا وأوكرانيا السراعات اللي عم تصير عندها بالشرق الأوسط القوة التحالف بين كوريا الجنوبية وبين اليابان مع أمريكا حتى شو بالنهاية شو هي أي قطب اقتصادي بده يكون فيه تعاطي معه تعاون معه ما حدا رح يتعاطي مع دولة وحدة أو مع قطب واحد ملزمين تعاطوا مع اثنين استاذ أمل أنا فهمت وإذا كنت غلطان بتمنى تصحح لي الوزير جبران بسيل بيقول أنه يعني الشرق مش خيارنا من قال أن هذا خيارنا بذات الوقت بيقول لمصحة من إسقاط خيار صندوق النقد لماذا فرطوا منها الآن قبل معرفة الشروط يعني عنده تخوف من وقف المفاوضات وكأنه هناك نية ودفع باتجاه وقف المفاوضات ووضعنا قدام حائط مسدود وقدام خيار لا ثاني له مش لا ثالثة أو ثاني له هو روح على الشرق مش هنهيك يبدو في تعارض واضح كلامه للوزير جبران بسيل مش كتير بيحمل تأويلات بهذه النقطة هو واضح لدرجة أنه أنا برفض الزهاب إلى الشرق لأنه عندي بعد خيار الغرب وبعد ما خلصت من صندوق النقد وهيئتنا نحن راحين دفع مدفوعين دفعا باتجاه الشرق مع تأكيد على الاحترام للشرق والكلام يلي قالوا يعني في تعارض واضح بين كلام السيد نصر الله وكلام الوزير بسيل إذا أنا غلطان أرجوك صحيح لا حتى نرجع حتى سماحت السيد قال لما قالت خلينا نتجه للشرق وبالصين في عندها احتمالات كتير تتقوم ببعض المشاريع قال استطرت بعضين قال مش ضروري نقطة حتى علاقتنا مع الغرب انتبه وقال حتى تحديدا اللي عم بقول انه خيار الـ IMF السندون ناد الدولي تتخذ خيار من جميع المكونات السياسية الأساسية اليوم صحيح اللي عم بقوله انه يمكن الوقف التعاطي معه السندون ناد ينطلق حتى من التناقض بالأرقام اللي عم تصير بين الحكومة اليوم بين المصارف وجمعية المصارف ومصف لبنان وحتى بالشي اللي طلع من المجلس النيابي الدفع باتجاه الشرق حتى لو كان بالحكي أو حتى لو كان بالممارس بالتطبيق بعدين قد يكون له هدف أساسي كمان بتحسين شروط التفاوض مع مصرف مع صندوق النقد الدبل لأنه انت لما بتقع بدك تحط شو هي مكام أوراق الأول اللي عندك ما رح تقبله معي أو أنا مستعد روح لما كان آخر حاول جيب مساعدات أو حاول أمن الشي اللي أنا بدي إياه للبنان النصين أو حتى من زين بوي ينقوا الدول اللي بدونيها هل يترى في شي عائل باللبنان بيقول لك أنه أنا بدي أقطع حالي عن المجتمع الدولي وخصوصا لما بكون اقتصادك أنت مركز على الدولات هذا ما صار بده بده سنين حتى يتطبق ولكن ما حتى بيقدر يمنعك إذا الآخر عم بيقول لك أخي أنا ماني قادر ماني قادر ساعدك لأسباب متعلقة فيك أنت في شروط محددة أنا بدي حده إذا كان يجيك طرف آخر بدون هذه الشروط ما بتحطي على الطاولة تتحسن الشروط التفاوض تبعيتك قد يكون اللي عم بينبه منه الوزير بسير من ضمن هذا السيئة هو واضح كان من أول نهار أنه نحن مع صندوق مع التفاوض مع الـ IMF لسبب كتير مهم أنت أعلنت توقفك عن تزديد السندات تبعيتك اليورو بونس تبعيتك هذه شغلة معروفة بالعالم هذا يفتح المجال للتفاوض مع مؤسسات دولية اللي لبنان جزء منها نحن لبنان عضو بصندوق النقادة الدولي مثل ما هو عضو بالبنك الدولي من أولى واجباته أنه يحكي مع المجتمع الدولي انطلاءا من هون ما هيك أنا برجح أقول لك على رغم من كان الرفض اللي كان عنده إياه حزب الله بهذا الموضوع وافق على التفاوض الوزير غازي ووزني بمثل مين بالنهاية بمدلس الوزراء بمثل الرئيس بري والرئيس بري يعني بنهاية من رئيس مجلس عنده أحد عضاء فريق عمله قدب السيئات هذا لا يمنع هذا اعتبره أحد المستشارين المشكلة المستشار ايه مستشارين لك فيه هجم على المستشارين بيعتبروا انطلاءا من الخطة اللي وصلت لها لحكومة وإلى رقام قاموا فيها المستشارين البعض بقولوا هؤلاء عايشين برات لبنان ما بيعرفوا شو الأوضاع باللبنان جايين من محلات بعيدة بدون يطبقوا علينا بعض السياسات الدولية أو بعض الأفكار الدولية قد يكون أحد المستشارين ينسحب لهذه الأسباب دفع إلى الاستئار هذا لا يمنع بس فيه أرار من الحكومة بعد لتاريخ اليوم ما فيه أرار بالمطلق بالانسحاب من التفاوض مع صندوق الناد بل بالعكس الاجتماع بدون يصير ببعضة بـ 25 الشهر من وراءه تلمس أي طريقة ونحنا بدون نكفي من المباحثات تبعيتنا لازم تكون لأنه عشو طلعينا كان يعدوا فوق أوكي بدون يشيلوا إمكانية حصول توتر سني شيعي أو شيعي مسيحي مثل ما صار بالفترة الماضية هذا أنا بقول لك هذا موضوع مهم ولكن النظرة الابتصادية المارية هي الأساس بدك توحد النظرة إذا أدروا هذا الموضوع رح نحكي فيه مفصلا وطولا الموضوع اللقاء الوطني بعبدة لكن بدي أكمل كمان أنا وياك حضرتك رجل أعمال واكتصادي وسياسي وعندك خبرتك وعندك قدرتك وعندك علاقاتك وهذا شيء معروف التجربة تشارق توجه شارقا رجل عندك تعرف روسية وتعرف الصين وتعرف شارق آسيا والدول كلها سوا في عندك احتكاك التجربة فنزولا مع الشارق تجربة جنوب أفريقيا مع الشارق تجربة روسية يا سيدي الدولار 65% من تعاملات العالم بالدولار 20% 21% والباقي فرطات طيب شو ما كان مثل ما قال وزير جبران باسيل قانون قيصر ليس قانونا دوليا لكن لدى أمريكا القوة عظيم من خلال تجربتك وتجربة رجال أعمال موجودين بهالبلد خيار الشارق خيار ناجح عم نشوف شو صار فينزولا وعم نشوف شو صار بجنوب أفريق عم نشوف شو صار بإيران عم نشوف شو صار بسوريا يا سيدي روسية دولة عظمة وماحدة وكله خاض على العقوبات وأنجا عم تقدر تقطع بحالة هل هذا خيار صائب كرأي رجل أعمال واقتصاد بمعزن بدي أحكيك حتى بالبلدين لايك بارح شوفت شغلي أنا بسيطة جدا أني شيء على السوشيال ميديا من أمريكا بحطوا فيه صورة ترامب وأنه بقول ترامب أننا نحن نقاطع الصين كاتبين بالآخر تحت نقطة صغيرة أو حرف صغير أنه هذه التيشورت اللي بدينا وزعوها بأمريكا مطبوعة بالصين يعني بديو حارب الصين بيطبع بالصين هذا عشو لك هذه دليلة العالم كله صار مثل قرية وحدة الكونيكشن السوشيال ميديا كلها صادت مرتبطة الاتصالات كلها ببعضها ما حدا قادر يفصل شيء عن شيء اتصاد العالم الكبير بإيد أمريكا 60-65% من اتصادات العالم الباز طبعيته مستند على الدولار صحيح 100% ولكن هذا لا يمنع أنك تقدر تفتش ببعض المفاصل على شيء يقدر يأمن لك كمان مصلحتك بدون ما تتعرض هذه المصلحة مع تعطيك مع الغرب يا أخي أنا بسأل سؤال سؤال بسيط جدا من من شو عم نعاني في لبنان بقول لك الكهرباء وكلفة الكهرباء صحيح استراد الفيول استراد المزود موضوع الأمح من بره موضوع الأدوية من بره هذول هالعناوين هاي إذا قدرت أنت شفت دولي من الدول قادرة تتعاطى معك تتقدر تخفف عن كهل طبعك هذه المبالغ تقدر أنت تتفعلها بعد أجال معينة سنتين ثلاثة لقدام أو تقدر تقوم هي بمشاريع البي أو تي مثل ما بنحكي نعم البي أو تي من عدة مشاريع هل يترى هاي فيها إلى مصلحة للبنان أو لا بتقلي إلى مصلحة ولكن في موانع معينة بالسياسة مظبوط مثل فنزولا مختلف عن المثل اللي كنت عم تحكيه حتى روسيا اليوم يلي في عندها عقوبات اقتصادية من أمريكا بخصوص موضوع أوكرانيا وهذا الموضوع علاقة بالوضع السياسي الروسي إن كان بأوروبا وحتى هن كان بمنطقة الشرق الأوسط أو بسموه البحر الدافي ولكن وش اللي صار بروسيا أوكي يمكن روسيا منها اقتصادي كبير ولكن صار في عندها اكتفاء ذاتي وبرضو بعد في عندها تعاطي مع الغرب إذا ما كان الغرب الأمريكي الغرب الأوروبي يعني بتروح أنت أنا بتذكر بألمانيا إن بألمانيا بأحد الاجتماعات أنه بيقول لك الوزير الألماني طب أنا كيف بدي أقطع التعاون أنا وروسيا وأنا في عندي مصالح بحدود 200 مليار دولار أنا وياهن ما ننسى خط نورد ستريم يلي الغاز يلي بربط مفيك في هذا الاندماج أو إذا بدك التعاون الأساسي والضروري كت أنك تروح للشرق وتحط الغرب بضهرك هذا شيء من المستحيلات في لبنان بدنا نرجع على موضوع التوازن التوازن بالسياسات التوازن حتى بالسياسات الاقتصادية بالتعاون الاقتصادي وين هذا الشيء قادر يأمن لي أنا مصلحة وشوي ورا شوي شوي ورا شوي اطلع بطريقة ممنهجة مدروسة من الدولار حتى ما يكون الدولار هو الأساسي فيما يتعلق باقتصادي مش ضروري لعملي تاني انتبه ولكن حدد حاجتي للدولار واترك سعر السوق اللبنانية مثل ما كان بالستينات ليش بالستينات لبنان كان اقتصاد مزدهر هذا السبب عندك الفورة الخليجية للبترول سعر الدولار كان مثل اللبنانية متحرك متحرك هلا اليوم تقدر تعملها بدك وقت قاعد بتضغط على حالك بتثبت الليرة بالالف وخمسمية شفناها كيف فجأة برمت القصة بعكسية وين وصلتنا يعني المنطق طبعا الوزير بسيل منطق طبيعي مده موقف عنده والمنطق طبعا سمحت السيد كمان هذا منطق بدك توح لمحل بالنص تشوف تقدر تأمن مصالحك كدولة ومصالح الناس سبعيتك السيد أمل كنا التومان الإيراني منهار صح يعني عندهم أكيد صعب الليرة السورية منهار صح تحكي بالشر الأوسط لا بثلاث عمولات منهار الليرة اللبنانية الليرة السورية والتومان العملي الإيراني هلا أكيد السورية وإيران عندك حرب عندك عقوبات عندك انهيار أسعار النفط عندك النون أيصر هيدون لكن في لبنان المشكلة الأساسية هي الفساد أولا وسياسي الخاطئة والاستداني والفوائد يلي أنا كنت عم بسمع رأيه أحد الخبراء اللبنانيين عايشين بأمريكا عم بيفصل بين الليرتين لكن الانهيار حاصل لكن خلاصة لهذا الاقتصاد المرمو بيقول أنه ربط الثلاث ليرات أو ثلاث عملات مع بعضهم شيء لا يبشر بالخير على مستوى هذا التلازم الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين ثلاث دول عم بيحكي مضبوط لأنه انتهي عندك شك أنه هناك تلازم لأنه لا خلينا نحكي بشكل كمان وقعي الصراع بالسياسة الكبير بين أمريكا وبين إيران بيبلش من إيران لسوريا للبنان هل في شي عنا شك أنه هذا الصراع موجود والعقوبات والسياسة الأمريكية واضحة بهذا الخصوص ليس من اليوم من فترات كتير طويلة وهذه ليس أول مرة بيصير في هذه العقوبات بس نوعية العقوبات اللي عم تمارس اليوم عم بتشكل أزا كتير أرى لازم واحد يفصل بين العقوبة على النظام والعقوبة على الشعب هذا الخيط الرفيع يلي أنت بدك على طول تنتبهه ويقول لك المساعدات الإنسانية كيف الإطار طبعا وما بدك يخلي الناس تجوع طب إذا كان أنا ما في معي مصاري إذا العمن المحلية كان اسم العمن السورية أو اللبنانية أو الإيرانية ما بقى فيها جيب لي رقة خبز مش عم جوع يعني بدك واحد يفصل ما هيك بالسياسي في صراع وجهتين نظر فيما يتعلق بالوضع بالمنطقة بالوضع يمكن بالصراع مع إسرائيل بالوضع بكافية الحلول إن كان بمنطقة الخليج أو إن كان بسوريا وهذه الأساسيات هذا ممكن يسبب أو يوصل لمرحلة تانية يأما بحلقات اتصال بين أمريكا وبين إيران بين سوريا وبين أمريكا وبين الأخرين إذا تلاحظ أنت بموضوع أيصر أنون أيصر يعني في كلمة محطوطة أنه فيه هو الرئيس الأسد أو النظام بسوريا يجب أن يعيد اعتبار بالطريقة التعاطي بالسياسة يعني فيه خمس ست شروط تعديل السلوك تعديل السلوك كنا نسمعها بالألفان وخمس مية بالمية تعديل السلوك تحت طائلة تغيير النظام تحت طائلة تغيير النظام مية بالمية مية بالمية مية بالمية انتلاقا من هنا مش ضروري أنه الشي اللي عم بيصير بعدين أنه ينجح مية بالمية ولكن قد يأسس إلى مباحثات وعمليا هناك مباحثات عم بتصير ولكن قداش قادر الناس تتحمل حتى تصل إلى المباحثات أمريكا في عندها انتخابات رئاسية الوضع بأمريكا اليوم موضوع الكورونا الجمود والركود الاقتصادي موضوع جورج فود والعنصرية بأمريكا هل يترى الرئيس ترامب بحاجة لاتفاق مع إيران أو يركز على المواضيع الداخلية طبعا يبدو أن الوضع بسوريا عنده منه كثير مرتاح هذا موضوع يقرر بعدين تبادل الأسرة بين إيران وبين أمريكا هذا يؤشر إلى نوع معين بعدين تجي أنت إلى هنا على الدور طبعا بالعراق تفقوا مع بعضهم وسمحوا للعراق أنه يستجر كهرباء من إيران وعطوها فترة شهرين ثلاثة وكيف الحكومة المركبة بالاتفاق بين أمريكا وبين إيران أخذوا مواقع القوى العراقية لماذا بما كان هذا الشي بيصير بما كان آخر ما بيصير في استثناءات يعطوك ويفر مثل ما قال الوزير بسير مباريا استثناءات بتصير صارت هذا مش أول الويفر بيصير لإيران سمحولك كمان تقدر توزيع النفط لبرا ما هيك سمحولك طبعا تعفنزولا خمس نائلة يعني هلا بتقلي بعدين وقفوا أليكسي صعب لأسباب محددة بعدين هذا موضوع آخر بكرة بصير في تبايدل بين بعضهم بفلتوا تيجد بفلتوا واحد تاني هلا كيف تجي أنت لهذا الموضوع بالسياسة الاقتصادية اليوم أمريكا شو خسراني ماشي ما عندها عسكري عم تخسروا ما عم تقاتل عم تماري السياسي اللي هي رائدة فيها بالعالم بيقولوا لك أنه روسيا وإيران عملوا اتفاق بين بعضهم لتبادل عملاتهم ضمن سعر محدد يمكن روسيا والصين عملت نفس الشي بيعملوا ترك بس قد يكون حجم التبادل حتى يقدر أنت تستغني عن عملية اسم عملتو الدولار هذا الشي إذا بده يصير يؤسس لحرب عالمية ثالثة مرنا مسحة يمكن لا أمريكا راح تقبلها ولا العالم الآخر إذا اجتمع كلياته راح يجتمع حول عملي وحده نترك نحن الزمن لها الدام مثل ما عم بيحكي أنه بدأت تصير اقتصاد الصين القصاد الأول في العالم ألم أنه أنا بعتبر أنه بعدها اقتصاد أمريكا يمكن بيختزل العالم كله بسج حجمه بطريقة التعاطي تبعيته الدينامية اللي فيه بيقدر تطلعوا من الإزامات بشكل كتير كتير سريع ولكن ترجع لبنان وسوريا وإيران حتما فيه انعكاسات سلبية على المواضيع الاقتصادية حتما بده يصير فيه نوع من ركود كتير كبير وحتما فيه تململ عند الناس شي طبيعي هذا شي طبيعي وإذا عشو بيأسس عشو بيزيد مثل ما قال رده أكتر بده يصير فيه كمان نزوح سوريا للبنان ما لبنان مكفية اللي فيه هل يطره هذا الشي كمان اللي عم بيصير بالبنان إذا صار فيه دفشي لقدام تمنوا أنك تقبل بالفلسطيني يظلوا موجودين باللبنان تقبل حتى بالتواجد صفقة القرن يعني هل يطره نحن أمام كل المخاطر اللي موجودة نحن وشايفينا والعالم نتبه بالدبلوماسية العالم تحكي بين غرف مغلقة إذا ما بيحكوك بهذه الصراحة بس كله بيأشر إلى أي درك أنت ممكن توصل إلى أي مستوى يعني واطي ممكن توصل بالشي بيقلت لك بيهدد كيان اللبناني مش بس التركيبي الكيان ككل من هكي الأصوات بيبدأ تطلع الخوف إذا صار فيه توطين إذا صار فيه للنسحين بشروط إضافية من هكي نحن قلنا مصلحة نوازن نشيل هايدي بسأول الفتيل نقدر نوازن بين الشرق والغرب نقدر نأمن حالنا بوضع معين ونترك للحكومة تقدر تفاوض مش أنه هلأ نحطرها لحكومة عرقولة وننشتغل على أساس نطير الحكومة نطير الرئيس حسن دي ونجيب حكومة أخرى مثل ما كان عم بيصير بهالأيام الماضية ناخد بريك أستاذ أمان نرجع بعد تابع حوار اليوم أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرة مجددا أهلا وسهلا بالحبيب أمل أبو زيد أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم أهلا أجاني رسالة نصية من دكتور لويس حبايا حبيب الآلب حبيبنا بقى باسمي وباسمك واسمنا كمان لأنه ذكرني أنه بيش بس اليوم عيد الأباء 21 حزيران عيد سان لوي كمان بقى دكتور رح بايا بنعاد عليك العمى كله يحمل اسم لوي من عيدك وعلى راسنا وشكرا لأنه ذكرتنا وعقبال المية وشاء الله يا رب الصحة والسعادة وراحت البال دائما بكمل أنا وحضر فيه شغل تاني ثلاثة بقانون أيصار لهم علاقة بلبنان أنا حبيب استفهمهم منه لبنان عم يستجر الكهرباء من سوريا صح طيب لبنان في مواهد التنسيق والتعاون والأخوين مية بالمية مجلس مجلس مشترك في المجلس الأعلى لبناني السوري فيه إشياء كثيرة طيب هولي قانون أيصار شو بدك تعمل فيهم أول شي خلينا نعود استجرار الكهرباء يعني أنت هلأ عم تستجر كهرباء من سوريا شو بده يصير هلأ بدك توقفها تحت طائلة المسؤولية إذا جبت من سوريا إذا بدك تروح للنص إيه شرح لي وجهة نظر إذا بدك تروح للنص الأنون أيصار الأنون مثل ما قال الوزير باسيل هو أنون أمريكي ولكن ما فاعله بروح على الدول كلها عالمي لأسباب متعددة عند أمريكا تفرض عند إمكانية الفرض أمريكا بهذا الموضوع فيما يتعلق باللبنان إذا بدك بالبداية أكيد الأنون أيصار تطبيقه بشكل تحديات مباشرة على لبنان لعدة أسباب في ارتباط الجغرافي بينك وبين سوريا الاتفاءات المعلنية الموقعة بيننا وبين سوريا عندك شركات عندك مصارف عندك وسطاء ماليين وتجاريين وسطاء بالتأمين هناك تبادل تجاري معروف ممر الترانزيت أساسي للعالم العربي ككل كله هذا يعني بعدين مصارف عم تشتغل بسوريا لبعض فيها شركات لبنانية أو شركات لبنانيين النظرة لهذا الموضوع حقيقة بتخوف حتى لأنه فيه إلى أنعكاس خصوصي بالوضع الاقتصادي والمال اللي أنت عايش فيه والسياسي حتى اللي نحن عايشين فيه هل المقصود أنه هذا يكون كمان معاقب للبنان بشكل مباشر من هون الواحد بيقول بده قراءة متأني بده الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية مثل ما صار حتى قبل شوية كنا نحكي مع بلدان أخرى أو بحكومات أخرى تقرأ وتتعاطى مع الدولة الأمريكية بمواضيع تتعلق بمصلحة لبنان الأساسية الجوهرية أول سؤال قلت قبل كل شي هذا التنسيق السياسي بيضل أو ما بيضل من مجلس الأعلى بعدين عندك عندك منذوب أنت عندك صفارة التعاون الدبلوماسي هل يطر رح يدل موجود لأنه هو محدد موجه إلى النظام شو هي شعرة معاوية بين النظام مصلحة النظام وبين مصلحة الناس النظام الاقتصادي بسوريا إلى حد ما توجهات وتوجهات اشتراكية ممنعنا في زهادة الشركة اللي موجودة هي شركة تملكها الدولة مية بالمية أو تملكها من خلال أشخاص من هون الإمكانية التوجه على بعض في شركة هندسة عم تشتغل شو بتعمل هناك عم بلشي جغلة شو بتعمل بتوقف كل هيدا كل هيدا إذا بدك تحديات كتير كبيرة لبنان علي أن يواجهها بشكل واضح جدا خارج قبل كل شي نقول إذا كان هذا الشي مفروض على سوريا حق أو غير حق عم نحكي نحن بالمصلحة اللبنانية لبنان لازم يكون بغنى عن أي مشاكل من هذه المشاكل ولكن بنفس الوقت يا أخي طب انت كيف فيك تفصل حالك أنا بدي أبعث بضاقة على السعودية أنا تاجر لبناني بدي أمره بسوريا شو الحل نرجع أجيب الباخرة حتى السيارات تبعيتي التركيات تبعيتي هناك على دهر الباخرة أبعثها مدري لوان على العقبي من هناك يروحوا هذا حل مدري شو مكلف هذا الحل على اللبنانيين بنا نقبل بده وضع إعادة النظر فيه والبحث حتى يكون فيه نوع من اتفاق محلي اتفاق لبناني لبناني بكيفية التعاطي بهذا الموضوع طبعا بدك تحكي مع الدولة الأمريكية ترتعطي لبنان بعد الاستثناءات لأنه لبنان هذا المنفذ الوحيد اللي عنده البر على العالم العربي نحن بلد صغير اقتصادنا بعده صغير بعد ما كبر كتير ولكن عندك امكانية شو بعمل لانا اذا بدي بيع العراق وعنده اتفاق مع العراق مين بيعود علي اذا انا كمصنع لبناني في عندي اتفاق مع احد التجار العراقيين بس مضطر امرهم من سوريا او حتى مع بعض المؤسسات السورية اللي هي شخصية خاصة بدي اتفع رسم مرور عم بدي اتفع رسم مرور للدول السورية تفلت بموضوع تهريب المصاري لسوريا تفلت بموضوع المحروقات لسوريا او حتى ما هو التهريب على السكتان بيصير كمان مسألة الحدود تعرف الى اعتبار سياسي مش بس اعتبار اقتصادي ومالي بالنسبة لسوريا او حتى بالنسبة للبنان لانه في نغمي بترجع لقلب الزمان هو توسيع 1701 باتجاه انه صور فيه على الحدود بينك وبين سوريا انتلاعا من هون موضوع انون ايصر حساس جدا والتعاطي معه لازم يكون كمان بايجابية فيما يتعلق بالمصلحة اللبنانية بالدرجة الاولى والكيفية انه تتعاطي بالمصلحة انه تظل رابط حالك بسوريا شرط انه تكون انت خارج اي اطار عقوبة ممكن تفرض عليك امريكا بهذا الخصوص كمان ربطا الوزير جبران بسيل انون ايصر كلام سمحت السيد نصر الله كمان باختصر انا بجملة لانه هو اصلا كل فيه كلام فيه محاور جدا مهمة فيها لكن بيقول سمحت السيد لن نسمح بتجويع الشعب اللبناني البدائل الموجودة وهو وضع جميع امام مسئولياتهم واتهم البعض بالتأمر على الوضع الاقتصادي وحط البدائل يلي هي شرطة طيب كيف يكون المخرج لعدم لا سمح الله الوصول الى هذا الوضع يلي ما حدا رح يصله بإذن الله ما حدا بريده لكن شو يعني عدم السماح بتجويع الشعب اللبناني كيف بنا نشتغل مع روسيا مع الصين مع ايران مع هذه الدول شو بدا تقدر تعطينا ويكون عندها كفالة ما بعرف وديون طويلة الامر بدك تشرح لي انت شو ممكن ينعمل معهم هولي هذه الدول اذا تطبيق قانون ايصر قصل لمرحلة منع اي امكانية للبنان يكون في عنده هذا التواصل من خلال التواصل الجغرافي لتبادل السلع بين لبنان وبين العمق العربي بدك بلش تفكر انت ببادئة الاخرى ما هيك بلش يا سيدي لما بيقلولك انه الكهرباء مش عام تقدر تنتج انت الكهرباء يمكن بدك الفيول بدك المزود تجيبه من خارج عم تدفع عليها عملي نادري اذا اجتك دولة سلمنا حتى نحكي مثل الروسية واللي عندها معروف عندها قدرة كتير كبيرة بانتاج الطاقة وعندها بترول كتير انه تقدر هي تأمن لك هاي الكميات ونقدر نعمل اتفاق معها وندفعها بعد سنتين او ثلاث سنوات احتمال وارد لانه هذا الشي صار مع دول اخرى ولكن احنا بعد ولا مرة فتحنا هذا الحديث مع دول اسمها روسية او يمكن حتى دول اخرى في عندها امكانية الانتاج بهذا الخصوص من دول اخرى العراق مثلا فيك تستورد من العراق يمكن العراق ايلك انا بدي اعطيك كمان تسهيلات اللي بتدفع هلا كيف بده وصل لك هلا هون هذا السؤال تاني هذا لا يمنع انا بحكي بالمبدأ عندك البحر في عندك هذه الامكانية تقدر انت تقدر تجيب فيها الامح اللي هي مستلزمات اساسية مشان موضوع كمان في عنا امكانية اذا كان هناك في استحالة او صعوبة بانك تشتري لما عاد في معك عملي عملي كتير بالدولار انه هذه تعتبر من الامن الغذائي طبع الناس انك تبحث مع دولة مثل الروسية اللي هي عم تبيع الامح لكل بلدان العالم تقريب حتى للبنان فيها تجيب مع دفع بعض اجال محددة مش ضروري تدفع لياها ايلك او جزء هالامكانيات موجودة صحيح انه في عندك امكانيات مثل هذه موجودة ما بتشكل عليك عائق كتير كبير انت عم تحكي بمواضيع انسانية معيشية حياتية يعني حتى اللي كانوا يفرضوا العقوبات بالماضي من امم المتحدة كانت تشيل المواضيع الانسانية والطبية على جنب وكانت تترك هذه مسموحة انها تصير فيه تبادل فيها هذا انا عم بيحكي بس بموضوع الجوع مثل عم بيحكي انا وياك انه انت تتصور انك تقدر تستورد كمية مثلا البترول من برا باسعار جيدة الدولة عم بيحكي انا عم بيحكي من دولة لدولة وما تفوت بالشركات اللي هي الى مصلحة انه تعرقلك كل هالمشاكل هاي الامكانيات هاي انه هي عم تعمل مصاري وارباع هقلة من هذا الموضوع خلي الدولة تتعاطي منها هي مع الدولة الاخرى يعملوا اتفاقات محددة والامكانيات موجودة للتفاوض وللبحث الامور بالشكل اللي تنعكس ايجابا على اولا على الخزين الليبناني اللي هي تعبانة عم تبلج تفضل تانيا على موضوع الامن الغزائي اللي بيشكل منه الامح احد الامور الاساسية هلأ البحر موجود والامكانيات التنوين بهذا الموضوع موجود كلام السيد ما كان قاسي بموضوع الفساد اكيد كان جدي وصادق ولا حتى بموضوع الوضع الخارجي والحرب علينا بمقدار ما كان قاسي في موضوع التوجه شرقا وكأنه واتهم البعض بالتآمر على الوضع الاقتصادي الليبناني وإيصالنا إلى المجاعة لتحميل المقاومة والحلفاء وكل هذا الفريق تحميلوا مسؤولية وصول لبنان إلى هذا الوضع مع تناسي كل الفترة السابقة التي كانت مساهمات السلبية والبشعة أساسية في الوصول إلى هون هذا يعني نحنا أمام قرار جدي مش هلأ في شوية أكيد مواقف سياسية أو بالأحرى مطعم بمواقف أساسية سياسية لا سمحته لكن نحنا قدام موقف جدي فينا نقول هون لا سمحت السيد بموضوع العلاقة مع بره ويجي من بره أشياء أو بالأحرى مخارج ممكن تفتح قدامنا عندك شك أن الحرب اللي مفتوحة إذا بدك على المقاومة من بعدها بعدها ماشي عندها أوجه متعددة يشيل بجهة العسكري هلأ نحكي بجهة الاقتصادية واضح تحديدا وهذا وفي خيط كتير رفيع بينهم بين المقاومة بين إذا فينا نقول الشعب اللبناني ككل كيف أنت بدك تفصل ما بالنهاية هالمجموعة اللي هي بتشكل الحاضنة الأساسية للمقاومة اللبنانية اللبنانيين ما أنوا جايين من بره ما أنوا الشعب مستورد جاي من بره وأي شي يعاقبوا عليه ما كمان العالم كلياتنا متصل ببعض وعيش مع بعض كلياتنا نحن منحس بالصحة نطلب قوله موقفوا لسماحت السيد بهذا الموضوع شي طبيعي رئيس حزب حزب الأساسية الفعلي باللبنان له حق يطرح هذا الموضوع هلأ الحكومة بتتجاوب معه أو ما بتتجاوب معه هذا موضوع نقاش لأنه مثل ما هو نحن معنا هذه منا حكومة حزب الله مثل ما بين حكا لو حكومة حزب الله قادر يفرضها على هذه الحكومة تتروح بهذا الاتجاه هذا باللبنان ما حدا بيفرض على حدا طاولة مجلس الوزراء هي للنقاش للاتفاق على مفاصل محددة أو حتى على سياسات محددة تنقدر نحن نفوت فيها الخيار اللي هو طرحه مبني على شو مبني على واقع جديد اسمه أيصر اللي هو بعتبره أنه هذا تهديد للشعب اللبناني أو للدول اللبناني مثل ما هو تهديد للدول السورية مثل ما هو تهديد للمقاومة بشكل مباشر لأنه هذه المعابر معابر التنمونية في نقلك أنا للمقاومة شريان الحوي بموضوع السراع مع إسرائيل لأنه هذه السياسة إن كان أيصر وغير أيصر وضعها فيما يتعلق بإسرائيل بيجي رقم واحد أمريكا بهم هذه المصلحة انتلاءا من هون مع المخاوف الأخرى اللي موجودة هذه وجهة نظره لحزب الله هو في عنده ممثلين لقلوا بهذا الحكومة قادرين يعدوا يحكم مع بعضون وشوفوا شو التوجه الأمثل الأفضل للبنان إذا قادرين نفوت بهذا التوجه بالمطلق أنا بعدني بقول توجه إلى الشرق بالكامل لا يفيد لبنان والإنصياع إلى الغرب الكامل لا يفيد لبنان ما نكون بمكان محدد معين نشوف نحن مصلحتنا ضمن الأطر الأساسية أنه هذا الشعب بتكوينه بتكوينه المجتمعي ككل في عنده توجهات غربية وشرقية بدك توفق بين هالتوجهات بما يصبح بمصلحة لبنان في نقطة تناغم والتقاء بين سمحت السيد والوزير جبران بسيل على موضوع حكومة حسانة دياب صحيح بيقول سمحته كل المشاريع والحركات السرية لإسقاط حكومة حسانة دياب باقت بالفشل وهذه الحكومة باقي ونتذكر كمان شيخ نعيم آسم يلي قال كمان تاني صحيح الحكومة باقية حتى إجراء الانتخابات النئبية هوني بدي يبلش أول شيء عن سمحت السيد والتناغم والالتقاء مع الوزير بسيل بعدين لفتني بكلام شيخ نعيم آسم حتى إجراء الانتخابات نيابية أي انتخابات نيابية وعلى أي أساس وهل ستجري بالأول أتفضل دفاع الوزير جبران بسيل كطيار بطني حر والسماحة السيد عن الحكومة لأنه هنا بيعتبروا هذه الحكومة أساسية جوهرية رئيس حكومة جديد اسمه حسان دياب يعني قبل يأخذ هذه المهمة الصعبة بعد ما رئيس الحريري استقال بمواجهة الحركات التي صارت بالشارع في 17-20 مضبوط وهذه الحكومة تألفت بعد ما خد مش سهل يعني حتى وصلنا إلى نحن الهروب الهروب اليوم هذه بهذا الأول تنازل عن تأييد الحكومة فيه شيء من الصعوبة والاستحالة لأنك تقدر تألف حكومة أخرى بعدين طيار الوطن الحر ما تنسى يعني رئيس الجمهورية مين اسمه عماد ميشيل عون يعني ما فينا نحن نعمل شيء كطيار كمان ضد العهد خصوصي بهذه الفترة خصوصي أنه في شعرات البعض أخذها أنه ضد رئيس الجمهورية وضد الحكومة ما فيش فصل بين بعضهم قاله الشيخ نعيم آسم فيما يتعلق لحد الانتخابات النيابية وعلى أي أنون لش أنت اليوم حدا يبحث بأنون انتخاب جديد ما فيه أنون هذا الأنون الحالي أنا رأيي الشخصي اللي بقوله أنا مني أكيد رح يصير فيه انتخابات نيابية قبل رئاسة الجمهورية لأنه عندك مرحلة ستة شهر لها السبب في حلان برأيي هذا المجلس سوف ينتخب رئيس الجمهورية هذا المجلس صار في سابقة بالماضي أنه تم انتخاب رئيس الجمهورية قبل فترة قبل يعني بشهر أو بشهرين رئيس خمس ستة شهر يمكن صارت أو رئيس ساركيس رئيس ساركيس أخذ بأيار واستلم بأيالون واستلم بأيالون هذي حل من الحلول لأنه تتقدر تجري أنت انتخابات نيابية واختيارية وبلدية بدأت كلهم يتلازموا كلياتهم مع بعضهم قبل ستة شهر من انتخابات رئيس الجمهورية وما بنعرف الوضع كيف يكون هلأ بوقتها ممكن إيه ممكن لأ دعني نتفع مع بعضنا بس هي على التاريخ بلبنان أولا التمديد للمجلس ما بجهوز رئيس الجمهورية ما بيقبل التمديد هو على طول بعارض التمديد هذا قد يكون خيار أنه يكون في انتخاب رئيس رئيس الجمهورية قبل وقته خيباء أمريكا منتخبو بتشرين بس ثاني مأمتها بعد شهرين بكانون بكانون صحيح صحيح ليش ليش اقتصر يتردد الفعل على كلام سمحت السيد على الساحة المسيحية لا ما عمقول كل الساحة المسيحية بس تسمع سامي جميل فارس سعيد القوات اللبنانية ما حدا الشارع المقابل رد على كلام السيد هلا مش ضروري يرده بس أنا عمقول دايما في رد من جانب معين لكن برأيك ليه اقتصرت ردود الفعل خصوصا أنه الرجل سمحت السيد لا تغيير في الطائف صح ولا مؤتمر تأسيسي ويا سيدي لا تعديله في الصلاحيات بين الطائف ونحن ضد الفيدرالية وما حدا كل هذه التطمينات وهذه المواقف الرزيني والرصيني طلعوا رد عليه بسحة يعني طلع رد عليه عند المسيحيين وليس عند المسيحيين مع أنه الشيخ أحمد أبلان ما هيك حكي بتغيير الطائف رد عليه سمحت السيد حتى والشيخ نعيم بحديثه حتى الشيخ نعيم بحديثه بما أبلته كمان كان في عنده رد بطريقة غير مباشرة هذا بيتعمل مسؤوليته هذا موقفه مش موقف حزب الله خلينا نذكر فيه أنه عم يدعي الشيخ أبلان عم يدعي إلى صيغة جديدة بالعمل بالنظام اللبناني ككل صحيح كانت عبطول حتى السيد بقوله نحن متمسكين ما هذه الحكومة يعني أحدا تاني يعني ممكن يكون فيه حدا تاني يا من ضمن الحلفاء ولكن مش كتير ما بدنا نخبي نتخبى وراء أصبحنا هل يا ترى لما بكون صديقنا وحبيب قلبنا رئيس دولة الرئيس الفرزلي بيجو أنه بده يغير الحكومة بعيد عن جو الرئيس نبيه بري بيكون أو هل يا ترى كان هناك طبعا طبعا عم بيحكي أنا بلش هلأ مع الرئيس بري يعني مش بعيد عن الجوان مش بعيد عن الجوان وهل يا ترى الرئيس الحرير ما كان عنده هذه الرغبة ويمكن بالاتفاق مع الرئيس بري أو لا مني أنا هون تقيد الحكوم ولكن عم بيحكي بالجو هذا الشي كان موجود فعليا كان موجود ولهذا السبب كان في موقف حاسم من السماحة السيد بهذا الخصوص وأكد عليه مباريح الوزير جبران بسيل هذا لا يعني أن الحكومة تقعد مثل ما أقول على كارسيتها مرتاحة في ملزمات تاخد قرارات ويكون في عندها جهد يمكن مدوبل حتى تقدر تقوم بالأعمال طبعيتها يلي العالم نغطرطها منها شو رأيك بكلام نائم بروان حمادي طوفان سيشرف الحكومة والعاهد معا قريبا هيك شو قال الشيعة وصلهم الدور لأنه دروس أكلوا نصيبهم بالقرن الثامن عشر هيك بيقول هو والمسيحيين هلأ من بعض الطائف وهذا والسنة من الالفان وخمسة وبعد اغتيال حريري أو كمان بعض عبد الناصر وابو عمار يعني عم بيحكي في لبنان عن عبد الناصر وابو عمار يعني عم بيدخل اتنين خاصة باللبنانية بالتأثير يعني هذا اعتراف بالدور اللي لعبوه على لبنان وهلأ جاي دور الشيعة شو هذا الكلام يمكن بهمني رأيك لأنه رح قال لك كتير كتير مؤشر سيء وخطير لما سيكون عليه الموقف في المستقبل مش عم نعالي أهمية على المعلومات أو هذا هذا رأيه هو كل إنسان حر وكنا عنده رأيه ولكن في عدة أراء بس أل الشيعة وصلوا للدور في عدة أراء قام فيها أو حكي عنها الوزير مروان إحمادي بالفترات السنين الماضية والنتيجة هذه والنتيجة كانت إذا بدك معكسي لكل التمنيات أو كل الأراء اللي كان عم بيحكيها لأنه بالزمن هلأ يمكن ليش خسروا الدروز ولاش خسروا السنة بالفترات الماضية يمكن لريهانات سياسية خطأ ما هيك اليوم اليوم إذا بس أنت بتشوف الخرطة السياسية شو عم بيصير بالمنطقة فيه تحركات كتير كبيرة عم بيصير على رغم الصراعات الموجودة ورغم الخلافات اللي موجودة مصالح الدول بتحكم أعمالها بتحكم توجهاتها بتحكم توجهاتها هل يترى بالدرجة الأولى أنه دولة مثل أمريكا لما بتفكر باستراتيجية طبعا قادرة تشتب مثلا إيران من المسرحة الجغرافي والسياسي بالخليج والدور طبعا عندها تاريخ عندها شعب عندها أدرات اقتصادية عندها أدرات مالية بكرة بس الأمور تريد إليها تريد 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 يعني المنطق بيقول النظرة للصراعات اللي عم تصير بالمنطق أنه إيران يكون في إلا دور كيف بدون ينتهيوا الشيعة في لبنان إذا كان الدولة يلي اسمها بإيران كدولة إسلامية كجمهورية إسلامية أنه بهم الجمهورية إسلامية بالدرجة الأولى الحفاظ على نظامها على الحكم عندها الحفاظ على هذا الحكم كمان يؤسس إلى الحفاظ على الحلفاء تبعيتهم بتقلي النظرة استراتيجية السياسية يمكن لإيران فيما يتعلق بالطموحات والانكفاء ممكن يكون عند أي فيما يتعلق بالامتداد السياسي والتأثير السياسي والعسكري يبدأ من لبنان تتروح للسورية تتروح للعراق تتروح لليمن هناك يكون فيه حدود بين الحفاظ على النظام وبين الحفاظ على هذا كمان فيه خيط رفيع كتير مهم من هون بقلك الدور الشيعة في لبنان لو خسروا السلاح طبعا لأسباب مما معينة بينحكى فيه بعدين بس تهمني مش موجودين كشعب مش موجودين كحزب كقوة ضغطة في لبنان موجودين دورهم كيف بد يروح إلا إذا بدك تنقلد من مكان إلى مكان آخر يدرزي بقي موجود وقلد دور فعل لو كانوا صاروا عشت آلاف نسمة طائفي مؤسسي في لبنان السنية نفس الشي والشيعي نفس الشي والمارونية نفس الشي والمسيحي ككل نفس الشي من هيك هذا البلد ما حدا بيقدر يرغي حدا ولا حدا بيقدروا إنه هذا الدور راح انتهى لأنه أنت طلع على الجغرافيا الجغرافيا بتحكم ما فيك تتغاضع عنها يعني وبعدين وزير مروان حمد يمكن بنطلق بكل موافو السياسية مؤخرا انت لاء من زاوية معينة محددة مرتبطة موقفوا من السياسة السورية موقفوا من حزب الله بالتعاطي مع الدولة السورية وجودوا دور بسوريا من هيك بيحكم على هذا الدور الشيعي بعدين بدي أقرأ بالمقابل شو قال وزير جبران بسير مش ردا عم بقول عم بعمل مقارنة بين الموقفين الوزير جبران بسير بيقول العيش المشترك أهم من أبر شمون الأرار الظني أظهر الحقيقة لكن هذا الأمر يدفعنا لمزيد من التسامح الأرار الظني قال أنه فيه استهداف للوزير جبران بسير واضحة عم بيقول هون نحنا سامحنا خلاص تسمع كلام هونيك بالمقابل فيه مشكل هون بيطلع زلم بيقول نحنا سامحنا من هل هذا هذا تسامح بالسياسة كمان لك تسامح بالسياسة ينطلق من شو بالنهاية الأرار الظني سبت الشي اللي كان عم بنا القبل ووقعيا يعني وانت بتعرف أنه الزعمات بلبنان وتحديدا الزعمات المذهبية للأقليات الكثيرة أنه قوتها بتجي بتنشأ من وين بحماية العناصر طبعيتها يعني يمكن هذا الأرار الظني أصاب بمكان معين هالي كان عنده إياها الوزير جملات ما قدر حمي العناصر اللي هي كانت موجودة يعني لأنه القضاء أخذ قرار مستقل ما حدا ضغط عليه ولكن اللي قاله الوزير بسيل كمان كتير مهم في موضوع التسامح له الحقيقة سبت مين قرار الظني موضوع الجبل موضوع كتير مهم وحساس التواجد بالجبل بينك وبين الدروس والتعايش المشترك لازم يكون هو جوهري وأساسي لأنه لما صيغة الجبل تنضرب ينضرب لبنان ككل قلب قلب لبنان هو أنت إلك دور بالجبل مثلك مثل ما رفيقك الدرزي له دور بالجبل يكون في دور متكامل ما حدا قادر يكون أو ما حدا يكون عنده يعني درجة أعلى أعلى من التاني الشراكة الفعلية بالجبل هي شراكة لازم تكون شراكة أساسية قال الوزير أنه نحن عدين حتى نتسهل ونحكي بالموضوع مع بعضنا وكون في حقيقة تواصل واتفاق على أدوار الجميع كان اسمه وليد جمبات كان اسمه طلال إرسلين كمان عنده حيسية موجودة في أشخاص آخرين بالجبل الدرزي عنده حيسية والطيار الوطني الحر في ألوح حيسية موجودة والبرهان نتيجة الانتخابات النهائية اللي صارت من سنتين أثبت أن الطيار في ألوح وجوده جاب نواب كان في موانع بالماضي حسب أنه الانتخاب قاعدين مع بعضنا نحن بهذا الجبل لازم نتشارك مع بعضنا ونتعاون مع بعضنا بطريقة نعترف بدور بعضنا بوجود بعضنا ما حدا عنده أفضلية المؤتمر حوار أعقب أزمة الألفين وخمسة واستبأ عشيد حرب الألفين وصحيح حرب عدوين نيسان بألفين واثناث كمان أعقب بداية تفجر الأزمة السورية والتحضير لهجوم الإرهاب علينا التكفيري عظيم صار فيه مؤتمر اقتصادي بأيلول ببعبدة كمان استبأ كان قبل هالخطة عبتسيد بالدولار وكمان كان عشية الانفجار الكبير طيب هلأ في دعوة فخمت الرئيس رجع وسموها اللقاء الوطني يعني كانت حوار صارت لقاء وطني نزلت شوية أو مش نزلت ثم تغيير خلينا نقول أنه معت حوار صار لقاء وطني هيدا من بعد من بعد هذه الأزمة الكبيرة ما هيك لكن قبل لا سمح الله تفجر في المنطقة والأخليم وانهيار كبير يعني بلاشنا بالبناء بانحدار بانهيار إن شاء الله منسير بالانتحار هلأ الوضع لماذا هذه الدعوة شو بتتأمل منها ويبدو أنه فيه بالرغم من الحراك الذي يقوم به الرئيس عون وأكيد حزب الله والرئيس بري لكن يبدو أنه فيه فيه استهداف خوف لأفتاده ميثقية سنية علما أنه رئيس الحكومي هو يمثل الصحيح السنة في الهد بدون شك استشعى الرئيس الجمهورية أنه هناك خوف معين عم بيصب بمصلحة الأعداء لبنان لهذا السبب طلب أنه يكون فيه هذا اللقاء الوطني وطلب حتى يكون اللقاء جامع مثل ما قالت رؤساء الجمهوريات السابقين والحكومات السابقين خوفا من استثنوا الرئيس حسان الحساني وهذا عام لأزمة بروتوكولية هذا موضوع مستثنين رئيس رؤساء المجلس نواب السابقين اللي الله يطول بعمر رئيس الحساني هلا ما بعرف إذا بجعب يعملوا لهذا الحل أو لا على كل حال يمكن على كل حال بهذا الموضوع كأنه هناك خوف من أنه يكون فيه كيان مؤشرات البلشت بالشارع لصراع مذهب سني شيعي لأنه هذا الشيء الوحيد اللي بيخلي البلد إذا بدك اليوم يروح إلى مرحلة متقدمة من الخيارات الصعبة أنك تعمل اقتتال داخلي خصوصي بين مكوناين اثنين مهمين هنه مكون السني ومكون الشيعي على الرغم من أنه الزعمات الموجودة عند الطرفين الزعمات الأساسية هي يعني عند المخاوف أنه توصل لهون مش بس مخاوف عم تحاول تلعب دور أنه ما يوصل لهذا الموضوع ولكن الخارق موجود خلينا نكون مع تبريد لا الشيعة مية بالمية بيقتمروا بحزب الله وبحركة أمل بيضال في عندك بعض الخصوصيات أو بعض الناس اللي عندهم ممكن اتصالات ببعض الخارج ونفس الشيء بالشارع السنة أي إمكانية لحدا يفوت من هذا المدخل بفجر وضع باللبنان صحيح أمام هذا هذا المأزق اللي نحن هل عم نعيشه اقتصادي ومالي ونأدي وأمام الخوف من تجدد الاشتباكات باللبنان طبيعي أنه رئيس الجمهورية اللي أقسم اليمين على الدستورية أنه يدعي الكل حتى يحط الأمور على الطالب حساب بشكل كتير موضوعي وجددي ونطلع بقى من قصة الرؤساء الحكومة السابقين اللي اجتمعوا مع بعضهم كأنهم عم بيقولوا الخطر اللي ممكن يصير بلبنان يعني موجه لأدل مثل ما هون موجه على غيرهم نطلع بقى من الأنانيات والحسابات الشخصية الدايئة أنه هن مش معتبرين أنه في رئيس حكومي في رئيس حكومي فعلي عم بيمارس صلاحياته والأنا أنا أعطي بالشخصية بقول لك أنه بهذا أمام هذا التطور اللي عم بيصير وأمام يعني الدور اللي عم بلعبه الرئيس بري بهذا الخصوص بشك أنه ما يكون فيه نوع من حضور من رأساء الحكومات السابين أنه إذا كان في هذا استنكيف من قبلهم عن الحضور يعني بيكونوا عم بيحطوا حالهم بموقع وين المتهم مش هني عم بيتهموا هني بدون نصير المتهمين أنه أي شي بدون يصير بالبلاد بدون يحلهم مسؤوليته لا صمح الله يصير شي عاطل يعني من هيك بلغ أنا بالمعارضة لا إذا كان بالمعارضة مش الوحدين سيكونوا بالمعارضة رئيس الجمهورية رئيس الكل بالنهاية هذا أصر بعبدة مش أصر العماد مش نعون لحاله هذا الأصر رمزيته أنه يقوم مقام رئاسة الجمهورية يطلعوا يحطوا طروحاتهم بيقول لك شو جدولة الأعمال الوضع كله بدون ينطرع مش بس جدولة أعمال محدد كل الأمور بدت ينطرع على الطاولة تتقع له النجاح صرنا بلبنان نطلع على الشكليات أنه منيح الإعدين مع بعضهم هنا في كتير ناس يقولوا بتقاتلوا برة بعدين ضمن الغرف المغلقة بيحكوا مع بعضهم ولكن في مصلحة وطن في مصلحة مواطن هي الأساس بقى ما فينا نظل إعدين متشابسين برأينا وإعدين بالزاوية ومن معتبرين كل الآخرين على خطأ ونحن على صح طح الحوار على طول بيوصل لنتيجة إيجابية من جزين إلى بدارو شو الوضع بنكون بالشخصي عليك ها آخر سؤال ما علي بنكون بالشخصي عليك بنصير على الشغل وعلى الدور يلي عم بتقوموا فيه بين بيروت جزين على مستوى البلد يعني لكن في شغلات عم بتصير رجعنا الاستهداف الشخصي لأمل أبو زاد من العمل السياسي إلى العمل العملي يعني الشغل اللي عم بيصير وربطه بما يحصل على الساحة اللبنانية من قضية استفادي وغير استفادي واتهامات عم بتطالكم شو بترده هالكلام سؤال أنا بعرف أنا ختمت فيه أنا هذا الموضوع لا قلت لك شغلي هذا الموضوع كتير لا لا هذا الموضوع كتير شخصي لا بعرف وكتير ما بحب بوصفي أنا اللي بقوله أنا اللي بقوله أنا اللي بقوله لك الشمس شرقة والناس عارفة الإشكالية لك ولك ما بتصير أنه الناس لما بتتعطى بانطلاء من من مواقف جامدة ومن عدم معرفة ومن جهل حتى بالقانون حتى جهل المعرفة بالقانون اللي بتدعو أنه هن قانونيين يعني هذا بدل على شو أنه فيه حقد وفيه غيري وفيه مصلحة خاصة وما بيعرفوا مصلحة الناس كيف تربط وما بيعرفوا إلى أي مدى إلى أي مدى أنه نحن إذا كنا موجودين عن مشتغل إلى أي مدى تأثيرنا الإيجابي المباشر على حياة الناس خصوصي بها الأزمة الكبيرة اللي علاقة اليوم بالأزمة المالية والنقدية لكن لما الواحد دوره عم بروح وجوده عم بروح بس عم بستعمل الشعبوية والنفور والتوتر حتى يخلي عزر لقلو بالوجود بالنهاية بيفشل على كل حال الشركة في عندها مجلس إدارة هي بتعرف تقوم بالواجب بهذا بتعرف كيف تدافع عن حالها أنا الموضوع الشخصي مش اليوم موضوع الشخصي بعدين بين حال ما فيها الإشكالية الإشكالية فيه مثل ما تلعك شسام الشارقة والناس شايفة وعرفة بتعرف مين المليح ومين مش مليح السيء بيكون سيء مش بس لحاله سيء بيكون سيء للناس بيكون عم بيسيء لحاله بشكل مباشر للمجموعة السياسية اللي بيكون منتمي لأيلا ذات المجموعة ممكن ذات المجموعة ممكن ذات المجموعة للأسف يعني بسي تقول أنه هذا مش نحنا كأنك أنت عم تحكي مع شخص يعني خارج عن الزمن خارج عن إطار الأنون ما بيمثل المجتمع تبعه بحد ذاته نحنا ملنا هيك لأنه نحنا حسن هيك بكتير كمجتمع بجزين عم بحكي ككل مش هالشخصيات والطريقة التعاطية مع الناس وطريقة حكية وطريقة الأوقات سوري بستعمل كلمة الإسفاف بالتعاطية نحنا مش هيك بالعكس نحنا مجموعة بشرة نحترم حلنا نحترم الآخر مش عايشين بجزيرة نائية بالعكس عايشين بين الناس ومع الناس والناس تعرف هذا الشي شكرا لك عمل أبو زايد النائب السابق مشاهدينا الكرام من عيد الأباء مجددا ومن لكم أحد مبارك بون ديمانش بون ديمانش دائما بون ديمانش